اشتركوا في القناة يتطيروا من اقل حاجة عد عليهم يتأثروا بيها تلاقي الواحد قاعد وهو معدي سمع صوت غراب يتشائم يا طرق ايه اللي هيحصل شاف قوة صودة يا رب بسطر يا رب فجأة وهو معدي شاف شخص معين يقول لك حاسب من شرارة بيتشائم من ارقام معينة خصوصا الجمعة 13 وده مشهور قوي من بعض الناس لو الست قاعدة في البيت وجوزها مسافر سمعت السقف بيزيق يبقى جوز ما هواش راجع لو لو حاجات كتيرة جدا وخدع قدر يدخل لهم الشيطان منها عشان يتطيروا ويتشائموا وبالمناسبة دي موضوع السقف اللي بيزيق بيفكرني بواحد مرة نزل الفندق كده درجة عشرة فحجز غرفة كده فدخل الفندق فهو قاعد ففجأة لقى السقف بيزيق فخاف الحسن السقف يعني يحصل فيه مشكلة فراح بعت لمدير الفندق قال له ايه الفندق السكة اللي انت مقعدني فيه ده حضرتك ده السقف عمال بيزيق قال له لا يا فندن ده مش بيزيق ده بيسبح قال له ما شاء الله كده بيسبح قال له اه قال له مانا خايف ياخد الخشوع يسجد علي يا اخبالك صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم فشات في الموضوع ان الشيطان دخل للناس كتيرة جدا من منطلق التطير والتشاؤم ولو شفت حاجة اتشاؤم ولو شفت حاجة معانة ممكن اكون رايح مشوار او رايح مصلحة معانة ارجع لو شفت حاجة معانة وده كله بيناقض التوكل على الله وبيقضح في توكل العبد وتوحيده لله سبحانه وتعالى تعالى نشوف المؤمن حاله بيكون ازاي مع ربنا وحاله ازاي في موضوع التوكل والبعد عن التطير المؤمن بيتوكل على الله ولا يتشاؤم المؤمن اوسع الناس املا وتفاؤلا وازاي ما يتفاؤلش وما يتوكلش على الله وهو بيعبد رب كريم حليم وسعت رحمته وكل شيء سبحانه وتعالى غفر الامرأة مبغي لانها سقط كلبا وقد قال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بكرابها مغفرا كيف يتشأمه ويعبد ربا كريما عظيما يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة كيف يتشأمه ويتوكل على من بيده ملكوت السماوات والارض فالمؤمن اعظم الناس تفاؤلا ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيحذرنا كلنا من التشاؤم ومن التطير تحالنا نشوف النبي قال ايه عن موضوع التشاؤم وتطير عشان نقدر النهاردة بفضل الله ان احنا نقضي على ظاهرة التطير والتشاؤم وعشان نرجع لتوحدنا الصافي وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وبكده نكون ضربنا الشيطان بالضربة القضية في الجولة ديت وجبناه لمس اكتاف اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواء احمد والبخاري في الادب المفرد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيارة شرك كلام واضح الطيارة التشاؤم التطير ان الانسان يعتقد ان النفع والضر يأتي من كذا ان الانسان يعتقد انه لو شاف قطة صودة يبقى فيه حاجة هتحصل له وحشة يبقى كده بيظن ان مجرد رؤية القطة ديت هو اللي هيتسبب في المصيبة اللي جاء له ديت وهو يعلم يقينا انه لا يحدث اي شيء في الكون الا بقدر الله سبحانه وتعالى فالنبي بيختصر لك كل ده ويقول لك الطيارة الشرك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري واحمد لا عدوى ولا طيارة ونقف مع الحديث ده انشرحهم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر وفر من المجزوم كما تفر من الاسد تعال نشوف حديث ثالث رهال بخاري ومسلم واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل الحسن قال وما الفأل الحسن يا رسول الله قال الكلمة الحسنة كلمة طيبة الجميلة يعني جبني لما اسمع كلمة حلوة اتفائل بيها طيب في حديث رواء ابو داوب بسنة دان صحيحة بريد انه قال كان النبي لا يتطير من شيء لا يتشاء من شيء خارج مرة شفت حاجة فحصل لك مشكلة لما خرجت وشفت الحاجة دي مرة تانية ما تظنش ان لازم تحصل مشكلة لأ لان كل شيء ان كل شيء خلقناه بقدر بيخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان الذي يتطير فانه يحرم من ان يكون يوم الايامة مع السبعين الف اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب تسمع الحديث صلى على حبيبك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في يوم الايام الصحابة قاعدين في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرأيت النبي والعرض دا كان في ليلة الاسراء كما في سنن التنميذ بسنة صحية قال عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهط العدد من ثلاثة التسعة ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم عدد كبير من الناس فظننت انهم امتي فقالوا هؤلاء موسى وامته ثم رفع لي سواد عظيم قيل لي انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم انظر الى الافق الاخر فنظرت فاذا سواد عظيم فقالوا هؤلاء امتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فالصحابة قالوا من هم يا رسول الله قدوا بالكم بقى قال أما إنهم أنا باختصلك الحديث أما إنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون خد بالك لا يتطيرون لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام الصحابي جليل اسمه عكاشة بن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال أنت منهم قام صحابي آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال سبقك بها عكاشة في رواية جميلة أوي عند أحمد بسند صحيح ورواية ثالثة برضو عند أحمد بسند صحيح إن السبعين ألف مش هيقوا سبعين ألف بس إن النبي قال سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا في رواية ثالثة قال وعدني ربي الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر بيدخلون الجنة بغير حساب والعذاب فاستزدت ربي طلبت منه المزيد فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حفيات من حفيات ربي وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشتكون شاهدت في الموضوع لو تطيرت لو تشاءمت بتخرج من دائرة السبعين ألف اللي هم أصلا أكتر من كده كما ورد في الجوايتين التانين هتدخل وتخرج من دائرة الناس اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب ممكن تخش الجنة بس بعد الحساب إنما لو أنت لم تتطير وتوكلت على ربنا وأخلصت التوكل والتوحيد لله تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أخويا وحبيبين تعالوا نعيش مع الحديث اللي لسه ذاكرينه من شوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعني إيه لا عدوى؟ يعني ما فيش عدوى بتحصل لأي مرض من الأمراض؟ لا بتحصل لكن لا تحدث إلا بأمر الله قديك دليل صغير؟ صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم بيبقى طفل صغير مريض جاء له مرض معدي ومعاه خمسة من إخواته فدخلوا عليه وقعدوا معاه في الغرفة واحد منهم اتعدى واربعة ما تعدوش طب للا اربعة ما تعدوش لو كان في عدوى بتحدث من تلقاء نفسها كان الخمسة تعدو لكن لما واحد بس اتعدى واربعة ما تعدوش كان ذلك دليل على إن العدوى لا تتم إلا بأمر الله ولكن من باب الأخذ بالأسباب لما يكون حد عنده مرض معدي نبعد عنه التنين عشان ما يتعدوش واضحة المسألة بقى لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها وإنما لا تكون إلا بقدر الله ولا طيرة كان الناس في العرب زماني جماعا كان لما واحد فيهم يحب يسافر أو يتجوز أو يعمل صفقة تجارية كان يمسك الطير ويروح مطيره فلو طار يمين يقولك خلاص يبقى كده أسافر دي علامة خير ولو طار نحيتي اليسار علامة شر فلا أسافر فكانوا يتشاؤمون وعلى فكرة موضوع الأشياء دي والطيرة وكلام ده كله منتشرف زماننا بس بأشكال تانية أشكال تانية زي ايه زي الكف قرية الكف تبص لقى واحد يقول له تعالى ما أرألك الكف يبص له لا ده الخط ده مش مش عارف ازاي اوعى تمشي ورا الجوازة ديت ده الخط ده حاود مش عارف رايح فين اوعى تمض الصفقة ديت زي قراءة الفنجان تشرب الفنجان وتروح قلب الفنجان وتيجي بقى الحجة بقى جزاء الله خيرا وتقول لها تعالى حبيب تقرأ لك الفنجان تيجي بقى الحجة وتقول تقرأ الفنجان وتقول لها جايلك فلوس من الحتة الفولانية وينهر أبيض ده ابنك هيحصل له مش عارف حدثة لو راح السفرية ديت وجوزك راح يتجوز عليك لو حصل مش عارف ايه وحصل وحصل وتقول تحكي أشياء وتظن ان هي بكده بتقول لها حاجات صح مع ان هي كده بتقول حاجات من علم الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى زي ايه كمان زي ضرب الودع ودي مشهورة في أماكن رفية وزي فتح المصحف بعض الناس غويين لما يجي يعمل مشروع يفتح المصحف مثلا بيفتح محل فيوم جايب المصحف ويروح فتح على اي صفحة جايب يقرأ انه فتحنا لك فتحة مبينا بس حلو ان شاء الله المحل ده بشرة خير يجي مثلا عايز يسافر يروح فتح نشوف بقى اذا كان يسافر انا مسافرش يفتح المصحف يلاقي بيقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوا يقول لك بقى لاش السفرية ديت يبقى انت كده بتعمل ايه بتتشاؤم وبتظن ان فيه اشياء بتمضي في الكون بغير القدر الله سبحانه وتعالى والموضوع بقى لما نشور اوي اوي بين كتير من الناس موضوع الابراج بقى حزق اليوم والبرج والكلام ده كله لا يجوز لان ده ادعاء لعلم الغيب تبقى استقام مثلا واحد راح يجوز واحدة فهو برجه مش عارب برج الدلو هي برجها ما عرفش برج الحوت وبعدين يروحوا لحد من بتاعه الوضع وبتاعه العرفين دولت يقول له الجوازة دي هتبقى كويسة ولا لا يقول له يا حبيبي مش هتنفع الجوازة دي ليه يعمل حاج يقول له انت برجك مائي وهي برجها طرابي ومية مع طرابها تبقى العيشة اديكو قلت ربنا يحفظ نحفظكو فعشان كده النبي نهى عن كل دوت فاخوي وحبيبي تعالوا نكمل موضوع التطير والتشاوم ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما تركش خير الا ودلنا عليه وما تركش شر الا وحذرنا منه شوف قد ايه النبي نهانا عن كل الاشياء اللي بتوصلنا للشرك يعني بدل موضوع قرية الفنجان والودع والفتح المصحف والابراج والحد كلها ربنا ابدالنا بحاجة اعظم من كل دوت صلاة الاستخارة ضعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة يا جماعة ان الانسان بدل ما يطير طير ولو طار الطير يمين يوم دي الموضوع ولو طار يسار مش عارف يعمل ايه ولو شاف الفنجان ولو شاف البرج سيبك من كل دوت وقوم صلى ركعتين من دون الفريدة استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم فان كان الموضوع الفلان وتسميه خير لي في ديني ودنيا وعقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم ان كان هذا الموضوع وتسميه شراء العربية زواجة اي حاجة شر لي في ديني ودنيا وعقبة امري فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبدأ دعاء الاستخارة بالثناء على الله والصلاة على رسول الله وتختمه بالصلاة على رسول الله ولن يضيع الله دعاء بين صلاطين على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعالى نرجع للحديث اللي كنا بنشرحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ايه ولا هامة كان العرف زبالي جماعة كانوا بيعتقدوا ان لو واحد قتل لو راجل قتل ومحدش من عيلته خد بطاره فبتطلع طيرة بيتطلع هامة كده من القبر بتاعه وتفضل تحوم حوالين القبر وتقول اسقوني اسقوني يعني اسقوني من دمر هذا الانسان اللي قتل لهذا الرجل فان اخدوا بطاره خلاص تهمت بقى الهامة ديت ولو ما اخدوش بطاره تفضل تحوم حوالين قبره والكلام ده طبعا كله كلام مش مزبوط اخر حاجة ولا صفر كان العرب يتشأموا جدا من شهر صفر خصوصا في موضوع الزواج لا يمكن ابدا يتجوز حد منهم في شهر صفر الى ان جاء الاسلام فنهى عن هذه المسائل لانها تقضح في توحيد العبد وتوكله على الله سبحانه وتعالى اخوي وحبيبي التطير شقاء في الدنيا والاخرة والتوكل نعمة عظيمة في الدنيا والاخرة تعالى نشوف كلام الامام ابن القيم رحمه الله رحمة الله سعب يقول كلام جميل اوه وغالي اوه بيقولك ايه بيقولك التطير انما يضر من اشفق منه وخاف يعني انا خارج من بيتي شفت قطة صودة شفت واحد معين عيزا بالله بتشاء منه شفت بومة اصدارة صوت معين او غراب بصوته مصاي يعني كان عالي جدا او سمحت اي حاجة او شفت اي حاجة انا بتشاء منها فلو خفت ورجعت فهذا الامر عيزا بالله يضر في توحيد الانسان وفي توكله على الله سبحانه وتعالى واما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البت ولا سيما اذا قال عند رؤية ما يتطير به يقول ايه بقى لو واحد ماشي خارج من بيته قدرا رايح شغله شاف قطة صودة الاعوذ بالله هو انا مستباح شغل على القطة صودة لو عمل كده يبقى لطان ده يقدح في توكله امالي يعمل ايه في ساعتها يستعيز بالله ويكمل مشواره ويروح شغله ويقول الكلام اللي هقول لك دلوقتي يقول اللهم لا خير الا خيرك يريد تكتب الكلام ده ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك ايه الدليل على الكلام اللي انت بتقوله ده الدليل حديثين هقول هم لك حالم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الاولين رواء احمد بسند صحية ان عبدالله ابن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيارة من حاجة فقد اشرك يعني هو خارج فشاف حاجة بيتشاء منها فراح تبرجع البيت فقد اشرك خد بالك لانه اعتقد ان دي هتكون سبب في حدوث مصيبة او بلاء معين لم يقدره الله فهو كده يكون اشرك انما الاصل انه لا يحدث شيء في الكون الا بامر وتقدير الملك سبحانه وتعالى يبقى من ردته الطيارة من حاجة فقد اشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك لو شاف حاجة وتشاء منها يعمل ايه في الوقت ده قال يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك اما لقيد دليل على الحتة التانية الاخيرة اللي انا قلتها الدليل على كده حديث تاني رواء ابو داود بسند صحيح عن عقب بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله فقال احسنها الفقل ولا ترد مسلما فان رأى احدكم ما يكره ركزوا معايا جماعة خصوصا النساء بالذات عشان عندهم حتة العطفة والتفاؤل والتشاوم عالية جدا خدوا بالكم بقى فاذا رأى احدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك نجمع بقى الموضعين مع بعض حضرتك خارج رايح الشغل حضرتك خارج رايح المدرسة فجأة لقيت حاجة انت بتتشأم منها نعمل ايه على طول في ساعتها نتوكع الله ونروح مشوارنا ونقول الجملتين اللي انا عايزكم تحفظوهم نقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك بالله عليكم احفظوا الجملتين دولة ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم طب فيه شبها هنا كبيرة او الحقيقة شبها بصراحة شبها يعني مضلعة واحد يقول لي يعني انت عم الشيخ عايز تقول لي ان ما فيش يعني تشاؤم ولا تطير ازاي ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وهقولك الحديث والحديث صحيح قال ان فيه تشاؤم والله بجد طب قولي الحديث هقولك الحديث اوه عند الترمذي والنسائي بسنة صحيح ان النبي ما تصال عليه صلى الله عليه وسلم قال الشقم فيه ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة والله موضوع محير بس الامام الالباني رد عليه رد حلو قوي قال ان الحديث باللفز ده مختصر اختصار مخل يعني الحديث ما وردش باللفز ده كده انه ما ورد بلفز تاني اصح من اللفز ده اللي هو ايه النبي ما قالش الشقم فيه ثلاثة النبي قال ان كان الشقم في شيء ففيه ثلاثة يعني بيقول لو كان عارف حضرتك لو كان ديت ديت نافية مش اثبات يعني ايه بدر حيك مثال بقولك لو جيت عندي مبارح كنت اكلتك بط ووز فانت ما جيتش صحيح يا دقيق بقى انت ما كلتش لو قابلتني الاسبوع اللي فات كنت اديتك خمس تلاف جنيه لكن انت ما جيتش يبقى انا بانفي ولا بقى اثبت ده انا بانفي ده النبي بيقول لو كان فيه شقم هو اصلا ما فيه شقم لكن لو كان فيه شقم هيبقى في ثلاث حاجات في المرأة والدابة والدار طب ليه في الثلاثة دولار قالك شقم المرأة ان هي تكون اخلاقها صعبة وبتتعامل مع زوجها معاملة سيئة جدا جدا لدرجة ان تخليه يكره حياته فده شقم المرأة وشقم الدابة قال لا تمكنك من ركوبها عندك حسان تيجي تركبه ويروح معورك تيجي تركب عربية تيجي على طول عطلانة فده شقم ايه الدابة طب وشقم الدار ان يكون الدار ديئة ويكون جيرانك جيران سوء فالنبي بقول لو كان فيه شقم هيبقى في الثلاثة دولت انما ما فيه شقم اصلا ما فيه تطير لانه لا يكون اي امر في الدنيا ولا يحدث اي شيء الا بتقدير الملك جل جلاله ان كل شيء خلقناه بقدر خدتي بالحضرتك طيب يعني نعرف بقى في عجلة سريعة كده في الكام دي اللي فضلين اسباب التطير والتشاؤم وعلاجهم اسبابهم ايه رقم واحد ضعف اليقين والتوكل ان انا عندي ضعف اليقين والتوكل ان انا معتقد ان رؤيتي لفلاني لفلاني حاسب من شرارة يقول لك فلان دي اعوذ بالله اول ما شوفه لازم تحصل لي حاجة مرة شفته بنت سقطة والمرة التانية حماتي دخلت الجيش والمرة التالتة ضربتنا عربية والمرة الرابعة مش عارف حصل لي ايه يقول لك ما شوفوش الا يعني ما شاء الله ومرة جزرنا النور قطع حاجات كده هي ممكن تكون حصلت بتقدير الله سبحانه وتعالى لكن يعني الراجل يعني هو اللي لبس الموضوع ده فلا تتشاء من شيء خلي عندك توكل وقيم في الله ان ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها تحصل الا بقدر الله تاني حاجة الجهل بالدين ان هو مش فاهم يعني ايه توكل وفاكر ان ممكن اي حاجة في الدنيا تحصل بغير تقدير الله هو ده جهل وفاكر ان في حاجات ممكن تتحكم في اقدار الانسان وفي حياة الانسان وفي مستقبل الانسان ده جهل بالدين رقم ثلاثة الاعلام الاعلام اللي عمل مسلسلات وافلام مخصوصة عشان الموضوع ده يقول لك حاسب من شرارة ويوم جايب لك ممثل كل ما حد يشوفه الناس تحصل له مصيبة ايه درجة ايه كل ما تلاقي واحد يقول لك يقول لك حاسب من شرارة فالاعلام طبعا كان ليه عظيم جدا رابع حاجة الموروثات الباطلة الحقيقة احنا اتربين على الحاجات برضو شوية فيها حاجات برضو غلط اتربين على ان الجمعة فيها ساعة نحس مش الناس قالوا كده قالوا يا اخي الجمعة يوم الجمعة ربنا يسطر فيه ساعة نحس مع ان النبي بيقول غير كده النبي بيقول ان الجمعة فيها ساعة اجابة من وافقها مسلم لا يوافقها مسلم يدعو الله باي خير من امر الدنيا والاخيرة الا اعطاه الله اياه يبقى الجمعة يا جماعة الخير مفيهاش ساعة نحس ده عيد المسلمين ده فيها ساعة إجابة ده يوم الجمعة دي هو هيبقى يوم المزيد إن شاء الله يوم اليامة في الجنة اللي هنشوف فيها وجه ربنا سبحانه وتعالى اتربين على إن البومة لو سمعنا صوتها صوتها يجيب الفقر اتربين على كده اتربين على إن فلان يقطع وشه يقطع الخميرة من البيت اتربين على إن الواحد لو عنيش في مال رفت يبقى في حاجة تحصل لوحشة وهكذا مورثات بطلة العلاق بالسرعة كده علشان ما فيش وقت التوكل على الله العلاق في حاجتين التوكل على الله حديث جميل قوي روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود إن النبي قال جملة وابن مسعود رح مكمل بقى النبي قال ايه قال الطيارة شرك خبالك رح ابن مسعود هو اللي مكمل ده كلام ابن مسعود بقى قال ايه وما منا إلا لكن يذهبه الله بالتوكل يعني بقول ما فيش حد فينا إلا أحيانا بيحصل له تشاؤم من بعض الحاجات لكن الحمد لله على طول في ساعتها بالتوكل على الله بتذهب هذه الأشياء لأنه لا يكون في أمر في هذا الكون إلا بقدر الله رقم اثنين طلب العلم وخصوصا العقيدة الصحيحة السليمة لما نتعلم العقيدة تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطئك لم يكن ليصيبك تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء فلن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يا مسلمين حبايب قلبي مش عايزين نتشهأم مش عايزين نتطير عشان ما نتحرمش من أن يحنا يوم الأيام ربنا يجمعنا وإياكم يا رب مع السبعين ألف إنها يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين وبكده نكون قضينا على الشيطان في الجولة ديت وجبنا لمس أكتاف والحمد لله ما فيش حد فينا هتشأم ما حدش هتطير لو حد حصله أي مشكلة هيقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك احفظ الكلام ده وقولوا لو شفت حاجة بتتشأم منها إن شاء الله ما ببقاش فيه تشأم اللهم أذهب عننا التشأم يا رب العالمين اللهم أذهب من قلوبنا الطيرة اللهم ارزقنا نعمة التوكل والإقين والتسليم لك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا أسطر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسران اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته